بالنسبة لهؤلاء الأطفال ليبدو شهر رمضان هذا العام مختلفا تماما عن سابقه فلم يعد لهم أي مجال للفرحة أو ادخال السرور إلى قلوبهم في ظل الأوضاع القائمة في البلاد عموما وفي هذه المحافظة على وجه الخصوص ففي ذمر يظل عشرات الأطفال يبحثون عما يسد جوعهم ويلب احتياجات أسرهم إما بالانخراط في الأعمال الحرة في الأسواق بالبحث عن القوت اليومي أو بالمساهمة في مساندة الأسر في إنجاز ولو الشيء البسيط من متعلقات الحياة اليومية فأغلب هؤلاء الصغار كما يتحدث البعض هنا أقدموا على العمل نتيجة لفقدان من يعولونهم في جبهات الحرب خصوصا وأن ذمار تحتل مرتبة متقدمة بالدفع بأبنائها كوقود لحرب الميليشيا التي تسوقهم إلى جبهات القتال ولا يعودون منها إلا جثثا هامدة أبرز المهام التي يعمل عليها الأطفال في هذه المدينة هي البحث عن المياه ونقلها إلى المنازل فالحياة بالنسبة إليهم يجب أن تستمر بأي شكل من الأشكال وأنخاضوا معها عراكا على مختلف المستويات ترجمة نانسي قنقر